خليني وانا بتكلم في ده اتكلم على اكتر من مرة الرئيس وهو يتحدث عن انه احنا بناخد الرئيس اللي بيقول احنا واخدين مجموعة من الخطوات والاجراءات ان شاء الله مطمئنة فما تقلقش وخليك مركز انه في 23 مش هقولك حتى يا سيد 22 وان كانت 22 كانت بالتأكيد بتشهد مجموعة من التحركات واسعة النطاق في 23 تحركات الرئيس واجراءات الحكومة كلها دون استثناء واحد يزجر بتصب في صلحك وبتصب في علاج تداعيات الازمة الدولية على مصر النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس ادارة مجموعة الصين الدولية للطاقة عايز تقول ايه اقولك اسبر الاستقبال كان مع الوفد المرافق لهذه الشخصية الرفيعة من كبار المسؤولين بالمجموعة الصينية الدولية للطاقة خلال الاجتماع فخامة الرئيس اعرب عن تهنئته لرئيس شينجينج بنج بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للصين لفترة جديدة واكد سيادته حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجلات دات الاهتمام المشترك ما بين قوسين اقولك معلومة بسيطة حجم الصادرات المصرية للصين في 22 زاد تقريبا 21% ده هنا عطفا على ايه اللي كنت بقولهولك التحركات المصرية شديدة النشاط شديدة الفعلية انت زودت صادراتك ليه عشان اقدر عالج تداعيات الازمة الاقتصادية الدولية على مصر ده على سبيل المثال الحصر ومع شريك تجاري بالتحديد هو الصين مش بقية الشركاء التجارية طيب تعالي نرجع بقى لرئيس الشركة الصينية قال انه دوافع الاستثمار والتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة جاية فضوء اللي رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصناعية اللي اتعملت في مصر واللي تم تحدثها خلال السنوات القليلة الماضية على حد كلامه بمنتهى الدقة وطبقا لهذا الرجل فبيقول ده اتاح فرص استثمارية جديدة ما كانتش متوفرة قبل كده واشار انه في السياق ده التحسن الملموس واللي طرق على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات والمدن الجديدة والمواني البحرية وفي مجالات محطات تحلية المياه ومعالجة المياه والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة فانه فرص الاستثمار اصبحت اكثر اتساعا ووضوحا بيكمل رئيس الشركة وبيقول المجموعة الصينية تعتزم اقامة مشروع ضخم لانتاج الهايدروجين الاخضر في مصر طب الاستثمارات قد ايه؟ الاستثمارات ما بينها 5 ل 8 مليار دولار ليه؟ الراجل هو اللي بيقول لانه مصر بتتمتع بمجموعة من المقومات الكبيرة في هذا الصدد اشرح لك هتقول لي ايه المقومات هقولك بجانب اللي قاله رئيس الشركة الصينية عن البنية الاساسية المصرية بكافة اشكالها مصر عندها مية وكهربة وفي نفس الوقت الكهربة اللي عنده مصر موجودة اما عن طريق الغازة الطبيعي او عن طريق المصادر المتجددة زي الرياح وزي الشمس انت عشان تطلع الهايدروجين مش محتاج غير الحاجتين دول المية والطاقة المتوفرة ويا سلام سلم لما تبقى هذه الطاقة نظيفة اشتركوا في القناة